اشتركوا في القناة اللي موجودة في البيت الأب والأم عادي جداً ممكن يكونوا بيتخنقوا الأب بيزعق طبعاً الأهم بتزعق جداً الولد مخضوط مش فاهم فيه إيه مش قادر يفهم فيه إيه لكن هو الحقيقة إنه لما بيشوف حاجة زي كده أعتقد أن ده بينعكس عليه سلباً ده أكيد الطب بيقول إيه إزاي نقدر نتعامل مع ده إزاي نقدر نسيطر على نفسنا في مشكلة زي كده إزاي نقدر نطمن الطفل اللي سمع مشكلة أو اللي حسب مشكلة جوه بيته واللي هو المفروض أن يكون مصدر الأمان ليه هو ده اللي هنتكلم فيه مع دكتور عادل دكتور عادل صباح الخير وآهلا بحضرتك وغلطة كبيرة للأسف الشديد كل الأسر يمكن مش أقول كل لأن فيه ناس الحقيقة متحضرة بكتير عن كده وبتقدر تسقطر على النفسها في ده إنما معظم الأسر المصرية ومعظم البيوت المصرية بتقع فيها وهي إن الأم والأب بيتخنقوا والأطفال موجودين في النص إيه اللي بيحصل ده دكتور وتقول إيه عن كلام ده ويعني نبتدي من إيه نبتدي من إنه الأب والأم مثلا إزاي ممكن يسيطروا على نفسهم ونحب نبتدي بالطفل لا يعني خلينا أول بشكل عام ده مؤثر على الطفل بدون تأكيد مؤثر على الطفل وبيأثر تأثير سلبي جدا على الطفل وبالتالي إحنا كما لو كنا بنبذل مجهود عشان نربي أطفال إنما في نفس الوقت عملين بالإيدي التانية نبوص فيه فبيطلع في النهاية إن إحنا خسرنين خسرنين مجهودنا في السنين دي كلها عشان أطلع طفل أو طلع شخص شخصيته كويسة بطلعوا شخصيته مهزوزة بطلعوا ما عندوش الأمان لأنه طول الوقت الخنقات دي بتحسس الطفل بإيه بتحسس الطفل بعدم الأمان وإنه الأب والأم حيتطلقوا وأنا حتشرد وابقى زي دهب بتاعت الفيلم دي ولا مش عارف زي مين وابقى ما عنديش بيت وما عنديش أفكار لأن الطفل بيبقى مش عارف يعني إيه اللي هيجرب بالتحديد كمان أنه يوم بتصلحوا ويوم بتخنوا ويوم بتصلحوا ويوم بتخنوا فزي ما يكون بنحط حده في مياه بردة ومياه سعة ومياه بردة ومياه سخنة فبيبقى بيتألم أكتر يعني هما لو طوله نار بيتخنوا وطوله عمر بيتخنوا وحيقض على كده إنما أحيانا بيبقى كده وكده فبتبقى مشكلة أكتر وقلعا لأنه طول الوقت وهو متوتر وبيزيد درجة قلقه وبيزيد عدم الأمان وشعوره بالأمان طيب هل الأب والأم ما يتخنقوش خالص ويبقوا لا لأنه لازم فيه خلافات ليه لأنه ممكن لو ما تخنقوش خالص وهو كبر وأعتقد أنه الأب والزوج والزوجة دول ما بيتخنقوش نيوم يوم ما يتخنق مع مراته هيتخض إنما لازم يبقى فيه شكل من الأشكال إنه الخلافات كيف تدار قدام الأطفال يعني دي إدارة خلافات قدام الأطفال ده مهم قوي أفكر إنه هو ده يعني الموضوع بقى هو ده الموضوع كيفية إدارة الخلافات قدام الأطفال ده مهم جدا إزاي بقى دكتور إنه أولا ما فيش زعي ما فيش زعي نمرة اتنين فيه درجة من درجات الإنصات العالية إنه لما الطرف التاني يتكلم أنا لازم أسمع منفعش إحنا الاتنين نتكلم في نفس واحد لازم هتقلب لإخناقة أبص للرأي التاني إنه اختلاف مش خلاف يعني أبص له إنه زوجتي بتقولي حاجة عشان تنبهني لشي عشان أنا في حاجة مش شايفها في حاجة مش عارفها في حاجة مش أخط باني منها فبالتالي أسمع بدون ما يبقى إنه أنا عاوز أماش رأي ولا هي نفس الحكاية لازم تسمعني عشان أنا عندي وجهة نظر يبقى نضيف وجهات النظر لبعض بحيث نطلع من الموضوع بشكل جيد طب لو حسنا إن الموضوع بيتأزم وإنه حيتحول إلى عصبية وإلى آخر ويبقى بيننا اتفاق يعني كل الزوجين لازم يقابلنهم اتفاق أو لها أي كلمة الوردة فين بتاعت النهارة أي حاجة عاطف عاطف حمادة فده معناه إيه؟ إن إحنا هتعالي نخش الأوضة أو نوقف الحوار دلوقتي نعمله بعد شوية أو نخش في مكان نكمل الحوار لأن الحوار شكله كده هيفلت مننا وحيطلع مش هنقدر نتحكم فيه وبالتالي بيبقى مهم إن إحنا في وقت معين نوقف هذا الحوار قدام الأطفال يبقى إذن فيه اختلاف؟ آه فيه اختلاف بنقاشوا؟ آه بنقاشوا بس بنقاشوا بشكل مهزب زي نقوله متحضر وإن إحنا بنسمع وعندنا ثقافة الاختلاف إنه يختلف من غير محبوله لك إذا فيه طرف من الطرفين يعني مش قادر يفهم ده مش وصل له ده تعمل إيه الست أو تعمل إيه أو يعمل إيه الزوج إذا الست مثلا أو إذا الزوج هي العصبية بالشكل ده أو العكس يعني لو فيه طرف من الطرفين عندهم مشكلة إنه مش قادر يستوعب المستوى الفكري اللي حررت تتكلم عنه إنه الأطفال مش المفروض يشوفه ده يتصرف إزاي الطرف الثاني أين كان هو الزوج أو الزوج إحنا يعني في أغلب البيوت بيحدث إيه بيحدث إن أنا أقول للطرف الثاني ما تزعقش وقت الخناءة وقت واحدة بنتخاني أنت صوتك عري أنت مش عارف إيه هو الأخرو فبيصمم أكتر ويزعع أكتر ويتخاني أكتر إنما في لحظات أخرى وفي وقت الصفا نقدر نتكلم أقوله لما بتعلي صوتك خد بالك بنوشي ابنك شكله إيه خد بالك من بنتك بتستخبأ في الكنبة إزاي خد بالك مش عارف إيه فنحاول نقوله بشكل هادي في وقت يكون هو مش متعصب لأن إنما إحنا بنعمل إيه إحنا فيه جيمز الناس بتعمله إنه دايما مش هقولك عيوبك في مقابل أن أنت ما تقوليش عيوبي وبالتالي نعيش بالعيوب بصفة مستمرية إحنا عاوزين لأ نساعد بعض وبالتالي أقوله في لحظة صفا عشان يردى يسمع أو أقول لها في لحظة صفا أيوة يعني أكثر الوقت المناسب اللي أقترح عليه مش في وقت الخناءة نفس مش في وقت الخناءة مش في وقت الخناءة مش هاي تسمع جميل الأطفال مستوى ذكاءهم عالي جدا طبعا وده شيء أكيد حررتك عارفه كتير من الأمهات والأبهات ممكن يكونوا في بينهم مشاكل إنما ما بيبينوش قدام الطفل لكن الطفل على علم وحاسس إن مامته وبابا ما بيتكلموش شايف إن مامته في حتة وبابا في حتة عايز يقوم معهم هما الاثنين بس مش عارف لأنه كل واحد في مكان فهو وصل له المسج إن هما في بينهم مشكلة ممكن يتصرفوا في حاجة زي كده أزي برضو أولا ما يكون ده بيحصل لازم نقول للطفل إنه أنا زعلانة شوية وأنا متضايق تقدر تقول للولد أو للبنت دكتور أنا زعلانة مثلا من باباك أو أنا متضايقة من باباك ده ما فيهوش حملة نفسي على الطفل لا لي لأنه مش عاوزين الطفل يحس إنه ده شكل الحياة الزوجية أيوة وإنهم ظهرهم لظهر بعض وما بيكلموش بعض لا ده ده مرحلة مؤقتة ده مرحلة صغيرة وحنرجع تاني نتكلم وحنرجع وإن طبيعة الحياة الزوجية فيها كلام وفيها حوار وفيها ده من سنة كم تقريبا تقدر تتكلم بحاجة زي كده دكتور على حسب الأطفال إنما أول ما بيدخل المدرسة بالتحديد يمكن 3-4 سنين والحضانة أنا أقدر يعني هيا الفكرة هي أيس كيف أوصيغ الرسالة إلى الطفل في سن ثلاثة وفي سن أربعة أو في سن خمسة أو في سن عشرة يعني كل طفل عاوز صياغة للرسالة بشكل جيد تناسبه اللي هي مثلا مش أنت زعلت من أختك أو المبارح ما كلمتهاش بس رجعت كلمتها أيو احنا ممكن مش عارف إيه أجيب له مثال طب أنت زعلت من صاحبك في المدرسة فأجيب له مثال تاني يعني بحيث أنه هو يحس بالإطمئنان أنه أنا بقوله أنه إحنا مش حنسيبك مش حنفترق مش دي مرحلة مؤقتة مش هو ده الطبيعي الطبيعي أنه يبقى فيه كلام وفيه حوار بيننا إنما غير الطبيعي اللي إحنا بنمر به وده مرحلة مؤقتة جدا وصغيرة جدا وهتعدي متعدي ونقعد نتكلم وهو يراحز إنه ده بيرجع إنما لما ننكر إنه فيه خلافات حيعتقد أنه هي دي شكل حياة الزوجية إنه اتنين قاعدين في بيت فالصراحة والوضوح ده شيء مهم جدا على قد فهم الطفل على قد فهم الطفل وأكيد مش المفروض نطلعوا على سبب المشكل طبعا لأنه خليني أقول لحضرتك على حاجة تانية بايا دكتور يعني على شكل أوسع شوية إنه بعض الأزواج المنفصلين مثلا الطفل بيعاني لأنه بيروح عند الأب الأب أحيانا يعني ممكن يكون بيتصرف بشكل ما يعجبوش والعكس صحيح يروح عند الأم آه ده باباك اللي عمل فيها وباباك اللي عمل فيها وكذا 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 بيطلع الولد متعقد طبعا يعني كل الناس اللي احنا بنشوفهم وكل المشاكل اللي احنا بنعاني منها مع أزواجنا دول أسبابها أسبابها أكيد أهليهم لأنه هم شايفوا ده بزرط دي برضو الطفل ده بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا طبعا لأنه الطفل الولدين منفصلين لما بيروح عند الأم زي ما بتقولي تشتم في الأب والروح عند الأب تشتم في الأم فالوالد بيحس إيه إنه ممت وحشة وبابا وحش يبقى أنا وحش يعني إذا كنت جاي من حتتين وحشين أو من جزئين وحشين يبقى أنا وحش فثقته بنفسه بتنعدم إحساسه بذاته بيقل بيحس إنه منبوز من المجتمع ويحس إن المجتمع حيرفضه لأنه ولد لا شيء وبالتالي بلا هوية بلا هوية أنا بصنع طفل جاي من حتة وحشة وبيروح هنا يسمع كلام وبيروح هنا يسمع كلام تاني وفي النهاية الطفل بيكره مين بيكره اللي بيشتمله في التاني مش العكس مش العكس وأنا بفتكر كان عندي شاب كان بيخرج مع بابا بعد ما انفصل بيروح النادي بيلعب شاية رياضة كان في كل مرة يروح الأب بيشتمله في الأم وهو كان كبير كان ولد شاب حوالي 16 سنة ولد ففي يوم الأيام شتم في مامته جامد فالولد اتخانم مع الأب وضربه وقعه على الأرض يعني انه الدايق من الكلام اللي بيقوله على الأم لانه هو مش عاوز حد يشتم أمه ومش عاوز أمه تشتم أبوه وبالتالي بيبقى النهاية اللي بيخسر اللي بيشتم اللي بيحاول انه هو يقوله معلومات سيئة عن الطرف التاني يعني أو عن حياته بشكل عام طيب ازاي نقدر بعد الخلافات الأسرية دي اذا لم يتم إدارة الخلافات بشكل كويس إزاي نقدر إنه إحنا نمتص الشيء السلبي اللي دخل للطفل ده أو نحاول على قد ما نقدر نقلل الإنعكاسات اللي ممكن تكون تسببنا فيها للطفل إنه لو كان ده سلوك متكرر في الأسرة لازم نفهم الأطفال في وقت معين إنه دي عبارة عن عصبية للأم أو عصبية للأب وده مش مقصود بيها إنه حيتم بعدها شكل من أشكال الانفصال مش حيتم بعدها شكل من أشكال إنه الناس تسيب بعضها مش حيتم يعني أطمن الطفل وديره الشعور بالأمان إنه مش حنسيبك وإنه دي مرحلة عصبية ممكن حتحصل دي عشان مامي عصبية شوية بابر عصب شوية يعني أحاول أخفف من مطقة ما يحدث قانما هو حيتكرر كتير لأنه مش في كل مرة حقدر أشرح له وبالتالي هو حيبقى شرحت له مرة على شكل عام إنه هو دايماً حيحدث ده أو أحياناً حيحدث ده وده لا يعني انفصال لا يعني طلاق لا يعني إنه إحنا هنتنزع لنم من بعض على طول لا يعني إنه إحنا هنسيبك لا يعني أي حاجة لأنه بيبقى مهم إنه الطفل يبقى عارف ده بشكل أوضع الأبناء لازم يطلعوا بيشبهوا أهليهم في حاجة زي كده يعني إذا شوفنا مثلاً ست في البيت بتتصرف بطريقة معينة هل ده معناها إن والدتها كانت تتصرف بنفس الطريقة والعكس صحيح إذا كان زوج بيتصرف بشكل معين هل ده معناه إنه هو ده اللي تربع عليه أو هو ده اللي شايفه وبالتالي ابنه هيطلع زيه مثلاً أو العكس بنتها تطلع زيه؟ بيتكلموا على 30-40% من السلوكيات بتتعامل كده زي ما تقولي إن أنا شفت أبويا بيعمل إيه وأمي بتعمل إيه فبعمل زيهم وبالتالي زي أي حاجة زي بنت شافت موتها بتخسل إيديها قبل لك فهتخسل إيديها قبل لك شافتها بتزعق هتزعق شافتها بتعمل كذا بتعمل كذا وبالتالي ده سلوكيات مكتسبة ودي 30-40% من السلوكيات بتكتسب من خلال التصرفات اللي هي بتحدث طبعاً لأنه هو ده النموذج اللي البنت أو الولد شافه هو شاف نموذج معين في البيت شاف الأب بيحاور الأم ولا شاف الأب بيدرب الأم فبالتالي هيطلع إنه هو ده متهياله النموذج الطبيعي جداً إنه ده يحدث وساعة الطفل لما يكبر يؤكد ده يعني إيه؟ يعني مثلاً أب بيدرب أم أمامته فبالتالي هو يطلع يدرب الزوجة ليه؟ عشان تبقى شكل عام إنه راجل بيدرب الست مش أمه هي لستة وحشة ومهزقة وأبوه بس اللي كان بيدربه هو كبر على إنه شاف إنه الصورة العامة إنه الراجل بيدرب الست فخلاص فأنا الراجل أي ستة شوفها يدربها بقى بيؤكد له عشان يحمي أمه في وجهة نظره وبالتالي بيكرر المأساة تاني مرة تانية هو الأكرو وبالتالي مهم حتى إذا حدثت مثل هذه الأشياء إنه إحنا نتكلم مع الطفل ونقوله إنه ده السسناء وده مش الحالة الطبيعية وده مش الصح وده مش الكويس في أي وقت من الأوقات لازم إنه إحنا نواجه الطفل نعرفه حتى لو أنت سيئة لعربيتك وتعصبتي وشتنت اللي جنبك وابنك أو بنتك جنبك لازم تقول لها إنه أنا تنرفست وده مش مظبوط عشان حتى لو خرجت مننا حاجة نلحق بسرعة قبل ما تترسخ في الطفل إنه ده طبيعي إنه نشت من جنبي هل الصمت والبعض شوية أو لما يبقى فيه فترة كده معينة ما بنتعملش فيها مع بعض أو ما بنتكلمش فيها مع بعض هل أحياناً بيكون حل المشكلة زي كده أو للعلاقات للخلافات في العلاقات الزوجية بشكل عام ولا حريتك تفضل الصراحة والوضوح ولغة الحوار إنه لأ نتكلم ونحل يا سلباً يا إجاباً يعني أو نصمت تماماً ونسيب الوقت حل المشاكل لا الوقت الطويل لأ إنما أسيب العخر القويل ده حاجة نسبية لا أسيب العخر دة يعني ساعتين تلاتة عبylum نهذر آه بس إنما مش سيبه أيام وأوهجره ليه لأنه الهجر حتى ربنا قال وهجره في المضاجع والهجر في المضاجع يعني إيه يعني في السرير طب برة السرير نبقى أصحاب قدام الأولاد نبقى أصحاب قدام الضيوف نبقى أصحاب قدام الناس كلها نبقى بنتكلم نبقى بنتحاور وبالتالي يبقى هنا فيه شكل من أشكال أنه التعامل لأنه حتى في الطلاق أنه بستة بتقعد في البيت عبارة ما تقضي عادتها طب ليه عشان يرجع تاني الحوار يعني لغة الحوار دي أساسية جدا فلما بتتقطع بتبتدي تتكون عند الشخص حاجات سلبية تجاه الآخر وبالتالي احنا بنهدي شوية إيه عبارة ما الناس تهدأ العصبية بتاعتها يهدأ 3-4 ساعات 5 ساعات يوم عبارة ما يهدأ قصد بيها يهدأ مش القصد بيها نقطع الحوار لأنه بل نقطع الحوار يعني صوري كده اتنين يتخنقوا زوج وزوجة كل واحد راح دخل قطه اللي بيجرى الزوجة بتفكر تقول ده حيعمل لي كذا والزوج بيفكر يعمل لي كذا فبتزيد الخنائق أكيد هي أهم حاجة في الموضوع الحقيقة يعني مش مهم مين بيتخانق مش مهم حاجة بس أهم حاجة في الموضوع هو الأطفال خاصة لو في بيت في أطفال يعني كل المشاكل اللي احنا ممكن نكون بنعاني منها في مجتمعنا بشكل عام أكيد لها علاقة بالبيئة وبالنشأة وبالتربية فإذا ما ربناش صح وإذا ما علمناش صح ما نرجعش نشتكي بقى بعدين دكتور عيدل بشكر حالتك على وجودك معنا النهاردة أستاذ الطب النفسي بجماعة الأزهر مشاهدينا خلينا نروح لفاصلة ونرجع نستكمل فقراتنا خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر